الأمر الثالث بالنسبة للمرأة تلبس اللباس العادية غير الجميلة ولا يلزم أن تلبس لونة معينا واعتقاد بعض النساء أن لبس السواد هو المشروع هذا خطأ ومحدثة من المحدثات ولذلك المرأة تلبس ثياب البيت العادية سواء كان أسود ولا أحمر ولا أصفر ولا كحلي ولا أخضر تلبس الثوب العادي المسألة الأخرى بالنسبة لهذه الثياب لا يجوز للمرأة أن تلقيها في المزبلة أو مثلا تحرقها أو شيء من هذا القبيل كما يفعل بعض النساء الجاهلات لما تنتهي من العدة تقول لا هذه ثياب عدة تذهف تحرقها أو مثلا تمزقها أو تفعل فيها هذا إتلاف للمال ولا يجوز فثياب العدة لا تكتسب أي شيء من الأشياء الغير جيدة كما يعتقد الجهال ولذلك تبقى ثياب البيت تلبسها متى شاءت أو تتصدق بها أو تهديها أو تعطيها أحد قريباتها مثلا أو تلبسها أحدى بناتها